السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي بتدور على مدارس متميزة بتدور على تخصصات متميزة وعايزة تعرف التخصصات ديت موجودة في أي مدارس بالزبط والمدارس بتاخد من كام النهاردة ان شاء الله يا شباب معدنا مع تخصص هام جدا من تخصصات التعليم الصناعي تخصص تبريد وتكييف يعني ايه تبريد وتكييف يطرها تشتغل ايه ومستقبل هذا التخصص ايه ويطرها المدارس اللي موجود فيها هذا التخصص سواء بقى مدارس حكومية عادية او المدارس بتاعة التكنولوجيا التطبيقية الفيديو ده موجه ليه الطلاب اللي لسه هيقدمه او الطلبة اللي قدمته قدامها فرصة انها تغير الرغبات بتاعتها لو حبت هذا التخصص وكمان للطلاب اللي قدمه عشان يعرفوا المدارس اللي هم ما كتبوها هل فيها هذا التخصص ولا لا عشان ما تفاجأش ان انت داخل مدرسة ونفسك تخش هذا التخصص تخصص التبريد والتكييف وفي النهاية تلاقي المدرسة ما فيهاش هذا التخصص ولو انت اول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الترس عشان يجيلك كل جديد وانشار الفيديو عشان غيرك يستفيد مبدئين يا شباب بالنسبة لبرنامج فن تبريد وتكييف الهواء الفن ده يا شباب يعني ايه فن تبريد وتكييف الهواء هو الشخص اللي بيبقى عنده القدرة ان هو يعمل سيانة ويصلح اجهزة التبريد وتكييف الهواء سواء بقى منزلية او تجارية صغيرة وجهاز تكييف الهواء اللي موجود فيه المركبات ومبردات السوائل بانواعها المختلفة واجهزة صناعة مكعبات التلج تمام كده يبقى سيادتك بتعرف كل حاجة عن المبردات وعن التكييف تمام كده وان شاء الله بتقدر ان انت تعمل سيانة واسطلح لهذه الاجهزة طيب في السنة اولي اعترب ندرس ايه عندك ان شاء الله بتدرس بقى حاجة جميلة استلامة وسحها المعنية رسم المخططات الكهربية والميكانيكية عمليات تشكيل الصاج عمليات تشكيل المواسير والحمها تنفيذ التوصيلات والدوائر الكهربية الميكانيكية تشغيل وصيانة واصلاح الدوائر الكهربية الميكانيكية للتلجات المنزلية العادية الديفروست في سنة تانية بأمر الله هيكو عنده بقى تشغيل وصيانة وإصلاح الدواء الكهربية الميكانيكية للتلاجة المنزلية النوفروس تشغيل وصيانة وإصلاح المجمدات المنزلية الأفقية الرأسية تشغيل وصيانة وإصلاح مبرد المياه ذو القارورة تشغيل وصيانة وإصلاح تلاجات العرض مبرد المياه العادي مكعبات التلج متنساش بقى الاشتراك في القناة وتشرفني باللايك وتعليق جميل من حضرتك ان شاء الله في سنة تالتة يا شباب تركيب وصيانة واصلاح اجهزة تكييف الهواء الشباك تركيب وصيانة واصلاح اجهزة تكييف هواء الكرة تركيب وصيانة واصلاح اجهزة تكييف هواء تركيب وصيانة واصلاح اجهزة تكييف الهواء الصحراوي تركيب وصيانة واصلاح اجهزة تكييف هواء السيارة يبقى دي الحياة اللي ان شاء الله سيادتك هتدرسها طيب يا ترى بعد ما بتخلص بأمر الله هتشتغل فين؟ تقدر تشتغل بأمر الله في مراكز الصيانة داخل المشاركات التجارية والصناعية مراكز الخدمة المعتمدة لمصانع أجهزة التبريد وتكيف الهواء الولش الخاصة بتركيب صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكيف الهواء مشروع شخصي لو سيادتك تقدر تعمل مشروع شخصي أو تشتغل كفني حر تمام كده يا شباب؟ ده لو حابب تشتغل طيب لو حابب بقى تكمل كليات سيادتك إن شاء الله تقدر تعمل معادلة وتخش كلية الهندسة عندك بقى كتير من الكليات زي الكليات التكنولوجية الحديثة عندك كتير من المعاهد برضو معاهد جميلة عندك يعني مصار التعليم بعد الثلاث سنوات دول برضو تقدر إن شاء الله تستكمل فيه الدراسة لو أنت حابب طيب مستر عايزيني عرب بقى المدارس اللي فيها هذا التخصص ولو سمحت يكون بالدرجات طيب واحدة واحدة كده مع بعض عشان نشوف الدنيا ماشية زي بصوا يا شباب مبدئيا كده طبعا هقول لحضرتك على المدارس التكنولوجية اللي موجود فيها هذا التخصص تمام كده؟ تخصص التبريد والتكييف المدارس يا شباب هي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية موجودة في قوسنا في المنوفية بيتاخد من ميتين وتلاتين درجة عندك بعد كرة يا مدرسة محمد متول الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ميتين وعشر درجة دي موجودة في التجمع الثالث في القاهرة وعندك برضو مدرسة تانية موجودة في القاهرة فيها هذا التخصص تخصص تبريد وتكييف هي مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية من متين وتلاتين درجة يبقى دول التلات مدارس التكنولوجيين اللي موجود فيهم قسم تبريد وتكييف تعالوا نبص بقى على المدارس بقى الحكومية الصناعية اللي فيها هذا التخصص ونمشي مع بعض كده بالمحافظات ركز بقى كده معايا اول حاجة يا شباب عندك محافظة الجيزة مدرسة البوايتي الثانوية الصناعية المشتركة مية وتمانين درجة وعندك مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية بنات ميتين وخمستاشر درجة مدرسة الصف الثانوية الصناعية الجديدة بزرزارة مية وتسعين الصف بنين ميتين درجة الفنية المتقدمة بالحي الرابع اكتوبر ميتين وعشرين درجة مدرسة الوردان الثانوية الصناعية المشتركة ميتين وعشرة مدرسة البوايتي بالوحات مية وتمانين درجة وعندك مدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات ده بالنسبة لمحافظة الجيزة عندك بقى كده محافظة الدقالية المدارس اللي موجودة فيها يا شباب طبعا السنة والصناية من 210 والخدمات 165 المدارس بقى اللي موجود فيها ينطبق عليها هذا المجموع مدرسة إبراهيم أبو النجا الصناعية بنات الريدانية الفنية بنات السمبلوين الثانوية الصناعية بنين السيد حجاز ردوان الفنية بنات الشهيد شريف القماش المتقدمة بنين الشهيد محمود قهوة المنزلة الصناعية بنين المزالة الفنية بنات قويش الحجر الفنية بنات أرمان طلخة الصناعية بنين سلمون القماش الثانوية الصناعية بنين محيد دينابو العز الصناعية بنين ميد سلسيل الصناعية مشتركة ميد غمر المعمارية بنين نيجي يا شباب لمحافظة السويس عندنا مدرستين مدرسة الأمل الثانوية الصناعية بنات 220 درجة مدرسة زاكي نجيب محمود الثانوية الصناعية بنين 190 درجة نجل محافظة الغربية مدرسة الصنطة الثانوية الصنعية بانين 185 الشين الثانوية الصنعية بانين 215 الكابتن محمد صلاح طبعا بانين 185 درجة زفتة الصنعية بانين 215 سمنود الصنعية بانين 185 طنطة الكهربية الإلكترونية 225 قطور الثانوية الصنعية بانين 185 كفر الزيات الميكانيكية بانين 210 درجات طبعا الصور اللي قدام حضرتك او الفيديو اللي قدام حضرتك حاجات دي بس عشان تقرب لحضرتك هذا التخصص طبعا مش من المدارس الصور ديت ولكن دي حاجة بس عشان تقرب لك التخصص ده اخباره ايه والدنيا ماشية فيه ازاي ولو انت اول مرة تشاهد الفنات تصرفني بالاشتراك نيجي بعد كده لمحافظة الشرقية الشرقية يا شباب 225 لمدرسة العصايد الثانوية الصناعية المشتركة بنين وبنات والخدمات 180 درجة ابو كبير الثانوية الصناعية بنات 240 درجة 185 خدمات مدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية المشتركة 225 180 خدمات مدرسة الزأزيق الثانوية الصناعية بنات رقم واحد والزأزيق المتقدمة طبعا الزأزيق المتقدمة 230 درجة 180 خدمات مدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر الصناعية بنات 240 درجة 185 خدمات الصالحية الجديدة المشتركة 225-180 للخدمات مدرسة طويلة الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة 125-180 للخدمات مدرسة القارين برضو نفس الحكاية 125-180 خدمات مدرسة القنايات 235-180 خدمات مدرسة اللواء عبد المنعم أبو المجد الصناعية المشتركة 125-180 خدمات المهندس عبد الحليم المشتركة 225-180 خدمات بالباس الثانوية الصناعية بنات 230-180 خدمات مدرسة حسن طه الصناعية المشتركة 240-180 خدمات ما تنساش بقى الاشتراك في القناة ومعليش الفيديو طول شوية عشان بقول طبعا الأسماء بتاعة المدارس والدراجات بتاعتها مدرسة الدكتور محمود كامل الصناعية بنات 125-180 خدمات دير ابنجمة الصناعية بنات 135-180 خدمات سلطان العويس نفس الحكاية 135-180 خدمات دي موجودة بالعاش من رمضان فقوس الصناعية بنات 240-180 خدمات قفر صاكر الصناعية المشتركة 240-180 خدمات مدرسة أمر الله بليغ الصناعية المشتركة 230-180 خدمات مدرسة مشتول الصناعية بنات 130-180 خدمات مدرسة هيهي الصناعية العسكرية بنات 225-180 خدمات يبقى دي محافظة الشرقية يا شباب عشان برضو سيادتك تبقى عارف طيب خش على محافظة أسوان عندنا في محافظة أسوان 8 مدارس مدرسة إتفو 175-140 خدمات البصيلية الثانوية الصناعية بنين 175-140 خدمات الريديسية الثانوية الصناعية المشتركة 175-140 خدمات الكاجوك والمحاميد نفس الحكاية 175-140 خدمات ومعاهم كلح الجبل وكمومبو أمع مدرسة محمد صالح حرب الفنية المتقدمة 185 درجة ما تنساش بقى تدعمنا بالاشتراك واللايك وتعليق جميل من حضرتك أما عن أسيوت يا شباب فيها مدرسة أبا نوب الثانوية الصناعية بنين أبو تيج الثانوية الميكانيكية بنين مدرسة أسيوت الميكانيكية العسكرية بنين ساحل سليم الثانوية الصناعية بنين عندنا في اللقصر يا شباب عندنا 6 مدارس الدرجة بتاعت الثانوية الصناعية في اللقصر من 205 درجة المدارس اللي موجود فيها هذا التخصص إسنى الثانوية الصناعية بنين لؤسر الصناعية بنات لؤسر الميكانيكية العسكرية الدير الصناعية المشتركة العديسيات الصناعية المشتركة أرمنت الثانوية الصناعية الميكانيكية بنين أما عن محافظة الأسكندرية عندنا سبع مدارس مدرسة الأسكندرية الفنية المتقدمة 210 السلامة الثانوية الصناعية بنين 203 الشطب الثانوية الصناعية بنين 210 العمرية الثانوية الصناعية بنين 185 مدرسة المسيري الصناعية المشتركة 185 بنين 180 للبنات مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات 205 مدرسة توصن الثانوية الصناعية العسكرية بنين 210 أما عن محافظة الإسماعيلية الشباب عندنا خمس مدارس مدرسة إبراهيم عثماني الثانوية الصناعية 217 أبو السوير الثانوية الصناعية المشتركة 210 هي مدرسة أبو عطوى بنات وعندنا مدرسة الأصصين 205 وبعاكرة عندك مدسة شهيد المجاند احمد عاد الوصفي الثانوية الصناعية المشتركة عندنا في البحر الاحمر يا شباب ادارة غارب ادارة غارب تخصص تبريد 185 ممكن يا شباب عندنا محافظة البحيرة الثانوية الصناعية من 190 درجة نلبة اسماء المدارس الشهيد محمد فوز الحوفي اللي هي ده منهور الميكانيكية ابي حمص اتكو الثانوية الزخرفية بده منهور ده منهور الثانوية الصناعية بنات بدار المعلمات رشيد الثانوية الصناعية بنين كوم حمادة الرحمانية المحمودية النجاح ابو المطامير حوش عيسى بنات طبعا المدارس دي صناعية خش على المحافظة اللي بعد كده محافظة الاليوبية عشر مدارس المدارس ديها شباب برضو مدرسة اليوب الصناعية بنين 185 عمار بن ياسر الصناعية بنين 185 عرب جهينة الثانوية الصناعية العسكرية بنين 190 عبد المجيد عامر الصناعية بنين 175 طوخ الثانوية الصناعية العسكرية بنين 190 شبرة الخيمة الجديدة بنين 190 بنها الصناعية الزخرفية 185 بنين الشهيد محمد محمد عبد العال الصناعية بنين ببهتيب 175 الخصوص الصناعية بنين 195 أجهور الثانوية الصناعية بنين 185 أما عن محافظة بني السويف عندك مدسة شهيد شعبان فتحي 170 الصناعية بنات مدسة شهيد محمد عبدالله حسين الوسطى بنات 190 مدسة شهيد حسين جمعة الصناعية بنات تزمنت الشرقية 180 الفشن الثانوية الصناعية العسكرية بنين 170 الفشن الفنية بنات 175 بنسوف الفنية بنات 160 بنسوف القهربية بنين 180 محمد صفوة زاكي المتقدمة بنين 175 مدرسة الفنت الصناعية بنين 150 أما عن محافظة بور سعيد عندنا ثلاث مدارس مدرسة شهيد مجند محمود محسن الصناعية المتقدمة مدرسة شهيد طيار رفعة البرعي الثانوية الصناعية بنين 180 الميكانيكية الصناعية بنين أما عن جنوب سيناء عندك مدرسة أبو زنيم الثانوية الصناعية المشتركة 140 الطول الثانوية الصناعية المشتركة 190 مدرسة دهب الصناعية العسكرية 170 محافظة دميات مدرسة دكتور رفعة المحجوب الصناعية العسكرية المشتركة 140 وكذلك برضو مدرسة دميات الجديدة الصناعية المشتركة 140 مدرسة دميات الثانوية الميكانيكية بنين 200 رأس البر البحرية بنين 160 فارس كورل الميكانيكية بنين 200 رفع ساعد الثانوية العسكرية بنين 200 أما عن محافظة سهاج نجع الدير الصناعية بنين 160 البليانة الصناعية بنين 170 المراغة الثانوية الصناعية بنين 180 جرجا الصناعية بنين 190 جرجا الفنية المتقدمة 195 طهت الصناعية بنين 180 عربة أبو الدهب الصناعية 155 مشطة الصناعية بنات 150 درجة تمام كده يا شباب؟ مدرسة الفيوم يا شباب عندك مدرسة شهيد ماجد فرج الصناعية بنات 155 الشهيد يحيى البحري العسكرية 155 بنين العبور الفنية بنات 150 درجة الفيوم الثانوية الصناعية الزخرفية 165 مدرسة 6 أكتوبر الفنية بنات 155 المدرسة الفنية للبنات بسنورس 170 درجة مدرسة هورة الفنية المتقدمة بانين 170 أما عن محافظة القاهرة 155 الصناعية بانين 190 عن حلوان الصناعية بانين 190 155 الثانوية الصناعية بنات وكذلك برضو الشعران الثانوية الصناعية بانين مششهيد لواء ماجد أحمد إبراهيم الصناعية بانين كل ده 190 درجة مدرسة أحمد عراب الثانوية الصناعية بانين 185 الأهرام الصناعية بانين 195 مدرسة السلامة الكهربية الثانوية الصناعية بنين 185 السيدة نفيسة الثانوية الإلكترونية بنات 185 الشعراني الثانوية الصناعية بنين 190 الشهيد لواء ماجد أحمد إبراهيم 190 بنين الشهيد محمود رقفة الثانوية الصناعية بنين 185 النقل النهر الفنية المتقدمة بنبقادين الثانوية الصناعية بنين 190 جلال فهم الفنية المتقدمة 220 شبرة الميكانيكية الصناعية بنين 190 درجة ناصر الثانوية الصناعية بنات 185 درجة أما عن محافظة الوقت الجديد الخارجة الصناعية العسكرية 210 مدرسة موت الثانوية الصناعية بنين 150 درجة أما يا شباب عن المينيا فالثانوية الصناعية 170 للبنين 175 للبنات تمام كده؟ عندك مدرسة مغاغة الصناعية بنين ملوي الصناعية بنين طلعت حرب الثانوية الصناعية بنين دخلت 160 درجة مطاي الثانوية الصناعية بنين المينيا المتقدمة نظام الخامس سنوات المينيا المتقدمة بنين بني مزار بنين تمام كده؟ أبو كوركاس الصناعية بنين كل ده شباب من 170 للبنين وبنات 175 عندك مدرسة دريمواس الثانوية الصناعية بنين 155 درجة ولو انت أول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وانشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد نجب على كده شباب المحافظة المنوفية المدارس اللي فيها 220 درجة و 194 للخدمات المدارس أسماءها منوف الصناعية بنين منوف الصناعية العسكرية بنين مصطفى خاطر المشتركة محمود عزب المتقدمة طلع الصناعية بنين وبنات باهواش الصناعية المشتركة بركة السبع الفنية المتقدمة الشهيد فارس النعماني الثانوية الصناعية المشتركة الشهيد أحمد محمد محمد إبراهيم ليشبين القوم الصناعية بنين سابقا مدرس الشهداء الثانوية الصناعية العسكرية بنين أشمون الثانوية العسكرية بنين ميدخالة في الميكانيكية بنين نيجا شباب لمحافظة شمال سيناء عندنا ثلاث مدارس مدرس الشهيد محمد سمير شراب الصناعية العسكرية 185 إلى عدش الفنية المتقدمة بالظهور 180 درجة بغداد الثانوية الصناعية المشتركة مية وسبعين درجة. اما عن محافظة انا عندك الثانوية الصناعية من مية وتسعين وبالنسبة لبنات مية وخمسين والخدمات من مية وستين وتعليم مزدوك مية وستين درجة. تمام كده يا شباب? نيجي بعد كده ليه المدارس اللي موجودة في محافظة انا? ابو تشتة الثانوية الصناعية المشتركة. ابو مناع الصناعية بنين. الطويرات الثانوية الصناعية بنين. حجازة الصناعية المشتركة. فرشوت الصناعية بنين. قينة الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين قينة الفنية المتقدمة نجح حمادي الميكانيكية نفاذة الصناعية بنين نجبل اخر محافظتين كفر الشيخ مدرسة كلين الصناعية المشتركة 210 بنين 240 بنات كفر الشيخ الصناعية العسكرية بنين 185 وعندك بعد كده مصنع السكر الصناعية بنين 180 درجة محافظة مطروح عندك مدرسة عثمار بن عفان الثانوية الصناعية 185 بنين 198 بنات ونجي بعد كده لمدرسة مطروح الميكانيكية الثانوية الصناعية بنين تمام كده يا شباب عندك الخدمات تبريد وتكيف من 150 درجة يبدي يا شباب أسماء المدارس في المحافظات المختلفة اتكلمنا في الفيديو ده عن هذا التخصص التبريد والتكيف مستقبله ايه ويا ترى لو اشتغلت ممكن اشتغل فين واتكلمنا عن هتدرس ايه ان شاء الله والمدارس التكنولوجية اللي موجود فيها هذا التخصص والمدارس كمان الحكومية اللي موجود فيها هذا التخصص بالدرجات بتاعتهم سيادتك بقى كنت قدمت خلاص وتمام وحبب تعرف معلومات عن هذا التخصص يبقى الفيديو ده ان شاء الله يفيدك لو حبيت بقى تعدل رغباتك لو لسه لك فرصة في تعدد الرغبات او انك تختار مدرسة فيها هذا التخصص يبقى سيادتك ان شاء الله تقدر تختار وتعدل رغباتك طالما فيه وقت والموضوع يسمح لان فيه بعض المحافظات لسه التقديم فيها شغال ربنا يوفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي اتمناه عجبك الفيديو ما ننساش لايك والشير ولو اول مرة حضر لاتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك وننساش تفعل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو انت اول مرة تشاهد القناة تشرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك يستفيد